السلام عليكم ورحمة الله و أهلا وسهلا بكم بقناتكم و أحلى مواقف شترانج معكم و ياض رضوان أمس نشرت مباراة فيروزا بالأبيض و نيبو بالأسود و شفنا الافتتاح تكرر لمباراة لجانتيمان بالأسود هالمباراة رح نشوفها اليوم و نشوف التشابه بين المبارتين بالافتتاح طبعا هالمباراة لعبت عام 2005 ببطولة هولندا للربيد بين لاعبين اللاعب الأبيض هذا اسمه و تقييمه 2410 و جانتيمان أو يانتيمان أحيانا تلفظ كان تقييمه 2630 فاخرنا نشوف شو اللي صار بها الجيم اللاعب الأبيض لعب الافتتاح الانجليزي C4 فارد عليه E5 G3 NF6 BG2 C6 NF3 E4 9D4 D5 CXD5 QXD5 E3 NF6 طبعا الحد الآن عم نلعب نفس الافتتاح فاليزالك ما علقنا على النقلات الافتتاح فيك ترجع تشوف التعليق بمباراة نيبو و فيروزا طبعا هاي النقلة مثل ما لنا نقلة نادرة جدا ولكن لعبت هون من قبل جانتيمان أيضا ولعبت من قبل نيبو بالمباراة السابقة فالآن النقلة الأفضل هي D3 فهون بيشوب على البي فور كيش بيغطي بالحصان بياكل الحصان و بياكل الفيل وهون النايت على السي فايف فالآن اللاعب الأبيض بلعاب DXE4 شفنا بمباراة سابقة فيروزا لعب C4 وادى لوضع متشابه ولكن بختلف بهي النقلة برجع بتشابه بعدين فالآن كوين على E5 فهون لاعب الأبيض ببيت طبعا نقلة اللاعب الأسود هاي نقلة خاطئة لأنه راح تعطي الأبيض مساحة كتير ومبادرة بالنقلة F5 فهون إذا رجع على E7 راح يتقدم بالبيدق E5 والأفضل هي كبيرة لللاعب الأبيض عنده فيه النشيط وسيطرة على الوساط بيادة قوية وانتشار أفضل فما بعرف يعني كيف غلط هيك غلطة إيمان مفروض يعني يكون هذا الخط واضح ولكن اللاعب الأبيض يعني يتأخر بأخذ المبادرة ولعب التبييت فهون نايت سي تيكس E4 والآن C4 تبييت وبشوب على A3 طالب القلعة فلذلك راح يتقدم بالبيدق C5 لحتى يسكر الوتر والآن النايت على B3 لحتى يزيد الضغط على هذا البيدق طبعا الوضع تقريبا الآن صار نفسه باستثناء يعني نقلة فيه لللاعب الأبيض فبي سيكس طبعا بي سيكس هاي النقلة اللي ما كان يقدر يلعب نيبو الآن مستغل إنه هاد الوتر مسكر فالكوين على ال E2 بشوب على ال B7 بشوب على ال B2 طالب الوزير الكوين على ال E6 وروك على ال C1 الآن روك على ال E8 روك على ال D1 طبعا اللاعبين عم يحسنوا مواقع قطعهم لحد الآن ما في عنا أي شيء البشوب على ال E6 والآن لعب الأسود بلش يضغط على هاد البيضق مثل ما إنه هاد بيضق ضعيف وغالبا لعب الأبيض بتخلى عنه بهاد الافتتاح ولكن هون لعب الأبيض قرر إنه يدافع عنه فبرجع بالحصان على ال D2 لحتى يحمي الآن صار حامي بثلاث قطع فالآن روك على ال D8 طبعا عم يحاول أيضا يكسر الحصان لزيادة الضغط على هاد البيضق فالآن لعب الأبيض بيكسر Knight takes Knight فروك تيكس روك كيش كوين تيكس روك والآن Knight takes Knight فالآن الوضع متعادل متل ما شايفين ولكن لعب الأسود ضغط على البيضق C2 فيعني إذا بدك تدافع عنه ممكن تدافع عنه بالوزير على C2 ولكن اللاعب الأبيض يعني قرر إنه يدافع ويهاجم بنفس الوقت فدافع عن البيضق ويهاجم الفيل ونقلة جيدة يعني معنى نقلة سيدة ولكن سمحت للاعب الأسود إنه يعمل تضحية جميلة جدا وهي Knight على F2 رح ياخد بيضق ويعمل تضحية طبعا هون تضحية بقطعتين معن ضحها بالفيل هاد وضحها بالحصان طبعا الفيل هاد ممنوع لمسه لأنه إذا أخذته يعني رح يصير في عنا مكسب سهل جدا للاعب الأسود الآن أخذ بيضق ومهدد بيكش بي الكشف طبعا هاي الكش رح يستفيد منه إنه يجي الحصان مثلا لهون وياكل القلعة ومكسب القلعة هو أخف الخصائر عند اللاعب الأبيض يعني الخصائر لسا أكثر من هيك بكتير فمثلا هون إذا حاول يهدد الوزير ويهرب القلعة فهون رح يكون في عنا كش مات Knight على H3 كش والملك اللو ما عبده يعني رح يكون في عنا كش مات من هون أو كش مات من هون يعني كما شايف أفضلية حاسمة فإذا الفيل ممنوع لمسه فلذلك اللاعب الأبيض أخذ الحصان و Queen takes E3 كش الآن الملك على F1 والآن Queen D3 كش فالملك إجا على G1 والآن القلعة على E2 طبعا عم يفكر إنه يحط الوزير على الصف الثاني وبعدين بصير بده هاد الفيل أو بده هاد الفيل وهجوم قوي جدا فهون اللاعب الأبيض لازم يلعب نقلة دفاعية مثل اكوين على B3 نقلة مهمة جدا ورح يستطيع إنه ينجو من هاد المأزق وهون رح يعمل فخ صغير إذا اللاعب الأسود تابع بخطته ونزل على D2 رح يلعب نقلة قوية وياخد المبادرة فالآن لاحظ كوين على F3 ومهدد بكش مات فرح ياخد المبادرة وصعب إنه اللاعب الأسود يلاقي حل هاد الموقف فأفضل حل بقترحه الكمبيوتر إنك تحرك الملك وبالتالي يعني المبادرة صارت قوية للاعب الأبيض هون روك على F1 وأيضا بده كش مات فرح ياخد البيضاء ويحمي البيضاء F7 فالآن كوين E8 كيش روك على E8 بيشوب تيكس G7 كيش الملك رح ياخد الفيل والوزير رح ياخد القلعة والفيل رح ياخد القلعة كوين E5 كيش ملك G والملك بياخد الفيل ومثلنا شايف فيه عندنا أفضل يلا اللاعب الأبيض بسبب إنه عنده يعني فيه المقابل بيدقين فهذا كان السيناريو الأفضل عند اللاعب الأبيض ولكن هون اللاعب الأبيض بعد هاي النقلة ما لعب النقلة الصحيحة اللي حكينا عنه اللي هي كوين على البي ثري وإنما طمع ماديا وأكل الفيل على أساس يعني إنه مهدد بكش مات هاي الكش مات رح تعطيه وقت إنه يدافع ولكن ما انتبه للتكتيك الجميل جدا اللي رح يصير وهو كوين على ال E3 كيش طبعا ملك إجباري على ال H1 والآن روك على ال E1 كيش طبعا الفيل إجباري لأنه إذا أكلت بالقلعة يعني رح يكون فيه عندنا كيش مات فإذا الفيل إجباري على ال F1 والآن كوين على ال F3 كيش والملك إجباري على ال G1 والآن كوين تينكس F كيش مات فإذا هون اللاعب الأبيض أخذ هذا الفيل وما انتبه إنه فيه عندنا كيش مات بأربعة متل ما شايفين فهذا كان الدور لليوم إن شاء الله يكون عجبكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة نلتقي مجددا بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله